جمال. آآ النهاردة يعني مش هتكلم في الابراد هتكلم في الموضوعين. الاول هقول لكم حكاية جدتي. حكاية جدتي النهاردة حكاية يعني غريبة شوية بس هي اللي بيحصل في مجتمعنا دلوقتي وهي الحكاية كلها. تعالوا نسفح حكاية جدتي وقبل ما اقول لكم حكاية جدتي ياريت ندخل نعم سبسكرايب للقناة ونفعل زر الجرس. علشان يمصار بكم كل جديد. آآ انا النهاردة مش مبسوطة استحملوني شوية. بس آآ اكيد اكيد ان شاء الله مكرا هكون احسن. آآ احنا بنعيش نتعلم المواقف اللي بتحصل لنا. بنعيش نتعلم من تصرفات الاخرين. آآ زعلي مش بيكون ان انا آآ تصرفت غلط. زعلي بيكون ان في ناس عايزك تغلط وفي ناس عايزك عايزة تهينك او عايزة تقلب منك او عايزة تجرحك ليه? انا عاملالك ايه? او عاملالك ايه? يلا المهم خلينا في حكاية جدتي من نهاردة. حكاية جدتي من نهاردة. حكاية التعلب اللي قطع بيه. آآ كان في التعلب وهو ماشي في السحرة وقعت على ديل وطوبة. فالطوبة قطعت ديل. فطبعا التعلب بقى مش عارف يعني بايه ديل يتقطع بقى عامل ينف نفه يستخبى من ناس قعد كم يوم يستخبى من بقى التعلب اللي زيب. قعد يستخبى يستخبى وقال انا مش معقول انا مفضل عمري كده كله مستخبي مش حينفع. فبدأ يفكر ان هو يطلع. اول ما طلع قابل تعلب. طبعا التعلب اول ما شايفه قاعد يضحك عليه. ده ديل وده مجرديل. قاعد يضحك عليه. يقول له سأل له لا ده. انا عملت كده علشان ابقى مختلف. انا اللي قطعت ديل بيدي علشان دي حاجة جديدة واعمل تغيير. وبدأ يقنع في التعلب التاني ان هو يقطع ديله هو كمان. وبعدين بعد اقناع في المدة يعني بعد بحاول يقنعه في المدة قطع ديلة. فبقول لبنين ديلهم مقطوع. عد عليهم بتعلب تالت. قالولو انت سيسعي ديلة ده احنا دلوقتي ديول كلها مش حلوة وما لهاش اي لازمة وشكلها مش حلو فاحنا حنتعها. وقاموا قطع لهم بالتالب ديلة والرابع والخامس والسادس والعاشر لحد ما بقت الغابة كلها اديال مقطوع ديلة. لما بقى يجي حد بديل بقوا هم يبتريقوا عليهم. لما بقى حد يجي وهو طبيعي وهو بشكله وهو باخلاقه وهو بجزوره اللي ربنا خلقه عليها وهو بالزرع فيه بقوا يبتريقوا عليهم. وبقوا يعملوا آآ نقطة. فبدأ كل محد يعدي عليهم يخليموا يعمل زيهم. هي دي الحكمة من الحكاية. ان انت بقيت عايش في الدنيا دلوقتي لو ما عملت ازاي اللي حقاليك او انت بقيت آآ ماشي على جزورك وعلى اخلاقك وعلى طريقتك وعلى حياة بتربيت عليها وعلى بدقة وعلى وعلى. بتيبقى انت بشخصة غريبة. انت اللي حاجة غريبة. محدش يقطع مدوره يا جماعة. محدش يقطع اصلت. محدش يقطع ثقة بالله. محدش يقطع امل في اللي ابدا. امسكوا في كل حاجة حلوة في حياتكم. حتى رحصل لكم حاجة بصير الدنيا هتعدل وهتروق وهتحلم. انا بشوف حاجات دلوقتي بشوف شباب صغير بجد حالته تحزن. بشوف بنات صغيرين جدا جدا قاعدين في الكافيات وبيشيشوا وبيشربوا. انا مش قادرة اقول لكم آآ انا شفت آآ بنات اتناشر سنة واربعتاشر سنة. عاملين ازاي? قلبي وجعني. انتو بتقلدوا مين? انتو بتقلدوا مين? انتو كده هتتعاضي لكم كلها. وكله بيقلد بعضه. الاحالي خلي بالكم على ولادكم. اتخلي بالكم على ولادكم. شوفوا ولادكم فين? انا كان قاعد قدامي بنت مسكت تليفون كل شوية. يوم مامي بتقوم قلبة تليفون. بنت عندها تلاتاشر سنة. مامتها اتصل. انا بقيت اعدة متابعة هي مامتها بتبتصل كم مرة? مامتها بتصل فوق العشر مرات. وهي اعدة مع ولد عملة تضحك مش عايزة تلات. وفين فتح تليفون? مامي بتقوم قلبة تليفون. انا اعكد ان بامو سمعنا. ده مش مجتمع انا ولدي اخلاقنا ولدي تزورنا. احنا ليه ابنك وزورنا? بجد ليه? فين التلبية وفين بيت وفين الام وفين? لما نلاقي بالوقتي مليانة من خمستاشر سنة وطالح. ليه? لما نلاقي بنات في السن ده بتشرب مرة ليه? ليه? ايه? ايه اللي بيحصل? نفسي حد بقى يقول لي المجتمع ايه اللي حصل فيه? يا ريت يا ريت يا ريت حكاية جدتي دي تكون فايدة لحد ويا ريت ناخد بالنا كويس قوي. ولادنا بيروح فين بيعوضوا معميل الصحاب احنا كانت جدتي اهم حاجة عندها الصحاب. كانت دايما تقول لي التفاح البيضة بتبوز بقية الصندوق. التفاح البيضة بتبوز بقية الصندوق. كانت تدقق في كل صحابي. لازم تشوف دي ميل ودي ميل ودي اهلا. لو في صاحبة من صحابي عندهم اخي ولد ما ينفعش الروح للدوق اصلا. مفيش منوح لازمت. صاحبتك تجي لك. يا جماعة ولادكم ولادكم فين? آآ الاهلca وتبقاش عارفة بناتها فين؟ ولا ولادها فين؟ خارجين وخلاص رايحين فين؟ خلي بالكم خلي بالكم. يا رب حكاية جدتي تكون عجبتكم. وآآ اكيد هتكرلكوا حكاية تانية وقصة تانية ونحكي حكاية من حكايات جدتي وتحياتي لك.